بين المجاعة والتجويع شعرة الانقلاب وخيطها الأسود من أول عربة ديناميت إلى آخر سوق سوداء من أول فلة قرآنية مسروقة من قوت الشعب إلى آخر سلة غذائية منهوبة عند مداخل المدن والقرى للمجاعة في اليمن خيال مريض وذاكرة مريضة ارتبطت بسنوات البؤس والشتات والعوز التي كرسها نظام الأئمة بنسخه المتعاقبة التي أصبحت حالة مزمنة مثل مرض السكري في أوائل الأربعينيات من القرن الماضي استيقظ الأجداد على مجاعة تجتح البلد المعذب والفقير كان النظام الإمامي الحاكم حينها يرجع السبب إلى ذنوب الرعية وليس إلى النظام الاقتصادي البائس والعدمي في أوائل الألفية الثالثة عاش الأحفاد المأساة ذاتها التي عاشها الأجداد والواقع ذاته المتمثل بسياسة أحفاد الآئمة الذين سرقوا لقمة العيش من أفواه الفقراء وحولوا حبات العرق في جبين الشعب العامل إلى محفظة خاصة باسم المجهود الحربي سياسة الميليشيا والمنظمات الدولية المتواطئة التي تذهب نحو توسيع رقعة المجاعة تشير بإصبع الاتهام إلى المسافة الفاصلة بين المجاعة والتجويع الممنهج الذي يتم صناعته مع سبق الإصرار والترصد ونهب المعونات مضاعفة أسعار السلع الغذائية من خلال فرض جمارك مضاعفة في منفذ ذمار على التجار ونهب الأموال والمعونات وبيعها للمتاجر وسيطرة المشرف المسلح على مربعات الإغاثة أحد وسائل الميليشيا لمضاعفة مخنة اليمنيين تحويل الموارد إلى حساب نقدي خاص بالميليشيا وتجييش الجماهير للمطالبة بفرض حالة طوارئ بدلا من المطالبة بالرواتب أحد إفرازات الحقبة الإمامية الراهنة وثلاثية القطرانة والرهنة والمجاعة بحسب متابعين فإن مطالبة الحكومة اليمنية بتغيير المنسق المقيم للشؤون الإنسانية يأتي في إطار رفض التجويع الممنهج والاستيلاء على المساعدات التي قدمتها دول التحالف المبلغ المقدم من دول التحالف بلغ مليارا وسبعمائة مليون دولار كان كفيلا بتغيير الوضع الإنساني ومحاربة المجاعة لولا استيلاء الحوثيين على قدر كبير منها كما تفيد التقارير